بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للتقويم والدام السنوي النشاط الأول أثناء قدوم القطار يستعمل المسافر عدة حواس إذا لدينا قطار أثناء قدومه يستعمل المسافر عدة حواس حتى لا يتعرض للخطر أكتب نعم أو لا في الخانة المناسبة الحواس كما نعرف خمسة حاسة الظوق وهي اللسان حاسة البصر وهي العين حاسة السمع وهي الأذن حاسة الشم هي الأنف حاسة اللمس هي الجل ويحيط بجميع الجسم إذن حينما يعبر أو حين يأتي القطار يستعمل المسافر حاسة الظوق لا يستعمل حاسة البصر نعم فهو ينظر الباب أين يقف القطار سكاس سلم إلى غير السمع نعم الشم لا حاجة له للشم اللمس لا ثم بالنسبة للنشاط الثاني أنجز التجربة وأكتب نتيجتها في الفراغ المخصص لذلك إذن حين نضع حبات من الرمل فوق غشاء الدف ونقرع الدف ينتج الصوت عن اهتزازي إذن الصوت هو اهتزاز دائما نعرف الصوت بأنه اهتزاز اهتزاز الهواء أو اهتزاز جسم مادي بصفة عامة هنا تهتز حبات الرمل مثلا إذا كانت هذه حبات الرمل فهي تهتز بعد قرع الدف بعد قرع الدف هنا عندنا وطر مسمارين ناليسا قمنا بنقر على الوطر فاهتز يعني تحرك تحرك بالشكل السريع إذن ينتج الصوت عنه اهتزاز دائما الصوت عبارة عن اهتزاز اهتزازي الوطر بعد نقره أو تحريكه ثم لدينا طفل يعزف على آلة موسيقية ينتج الصوت عن دائما عن اهتزاز جسم مادي عن اهتزازي الهواء هنا الهواء هو الذي يهتز أو يتحرك عند نفخه حينما ننفخ في هذه الآلة يتحرك الهواء ويحدث صوتها إذن الصوت عبارة عن اهتزاز دائما هو اهتزاز جسم مادي قد يكون جلدان قد يكون وطران وقد يكون هواء بالنسبة للنشاط الثالث أملأ الفراغ بما يناسب يسمح مفصل الركبة إذن هناك إدرس مفاصل في الجسم تسمح لنا بالحركة يسمح مفصل الركبة بتحريك الساق أو بثني وبسط الساق بثني وبسط الساق أو تحريك الساق كلاهما صحيح تمكن الأدرس من طحني الأطعمة أو سحقي الأطعمة كلاهما صحيح الآن أوافق أو لا أوافق أضع علامة في الخانة المناسبة إذا كنت أوافق أضع علامة أمامه أوافق إذا كنت لا أوافق أضع علامة أمامه لا أوافق حمل الأجسام السقيلة تقوي المفاصل لا أوافق بل تؤذي المفاصل الرياضة تقوي المفاصل صحيح خاصة المشي أحسن الرياضة المشي والسباحة تنظيف الأسنان بعد كل وجبة غذائية يجب أن أنظف أسنان بعد كل وجبة غذائية أوافق ثم بالنسبة للنشاط الرابع ألاحظ الصور وأكتب نوع القوى المطبقة هذه قوى مغناطيسية عضلية أم ريحية هنا نحتاج إلى الريح إذن حركة الهواء هي الريح إذن هذه قوى ريحية ريحية ثم هنا لتحرك عجلات الدراجة نحتاج إلى قوى عضلية العضلات عضلية وهنا لدينا مغناطيس يجدي بالكرة الحديدية إذن هذه قوى مغناطيسية مغناطيسية أحسن نزيد الألف مغناطيسية هذين يمددان النابض هذا يسمى نابض قطعة من المعدن على شكل حلزوني إذن نحتاج إلى قوى عضلية الموجودة في اليدين شكرا مغناطيسية نعم لدينا مغناطيسية